تم تمزيق خماتيق النفوذ بين القوى الاستعمارية ايضا الموقع بالنسبة للدول المجاورة ونضرب هنا مثال بنقول ان التجاور ممكن يؤدي احيانا الى تعاون تبادل خبرات زي ما بيحصل في قارة اوروبا او بالتحديد دول غرب اوروبا متجاورة ده بيحصل ايه تبادل خبرات تبادل تقنيات وكلام ده حصل منذ قيام الثورة الصناعية وحتى الان على العكس من ذلك قد يسود بين الدول المتجاورة قدر كبير من النزاع والتوتر وخصوصا لما بتحيط بالدولة مجموعة من الدول تنصبها العداء لسبب تاريخي او اخر وده اللي حصل مع مصر في بعض الاوقات طيب التعاون والتنافر طبعا التعاون ده هيحصل ايه هيؤدي لقوة الدولة تقدم اقتصادي في الدولة زي دول غرب اوروبا زي دول الخليج العربي ممكن نحصل العكس تعتدد دول الكبرى على الدول الصغرى زي ما الاقلاء اعتدد على الكويت ولما تحس في يد يسيطر على جزء من شرق ايه من شرق اوروبا طبعا اهمالي استراتيجية للموقع كلمة استراتيجية هنا بتعني ايه يوصف هل استراتيجية سابتة لا نسبيا بمعنى ايه انه ممكن في وقت من الاوقات موقع ليس له قيمة ظهر فيه ظهر فيه مورد اقتصادي ظهر فيه بترول ظهر فيه غاز طبيعي او ما الى اخره ادى للموقع ده اهمية يعني الموقع نسبي والسؤال هنا بقولك بسألك سؤال بقولك الامح والارض الاثنين الاثنين محصولين بيعتمد عليهم كتير او من الدول لان احنا كمصر مثلا بنعتمد اكتر على الامح دولة دون شرق الاسية بتتمد اكتر على الارض ومع ذلك باللين والامح اكتر استراتيجية من الارض ده سبب ايه بالرغم ان الاثنين محصولين رئيسيين ممكن اقول زي بالضبط البترول اللي اقولك البترول اه سلعة استراتيجية ليه لانه اولا لا يوجد استغناء عنهم ثانيا المنتجين مش هما المستهلكين يعني الامح مثلا منتجين الامح مش هما المستهلكين البترول منتجين الامح دول خليج العرب مش هما مستهلكين البترول فبالتالي بياخد السلعة دي كسلاح او كوارح ضغط يلعب بها. عكس الارز. الارز اللي منتجين اكتر دول المنتجين اكتر دول الجنوب شرق اسيا. وهم هم اكتر الدول المستهلكين. طبعا هو اهمية الموقع بتختلف من اه وقت الاخر ده بتغير الظروف. اه زي مسلا هدرب مثال هنا بخالجة العقبة والسويس. خالجة العقبة طريق فرعي خامت. قليل حركة بيؤدي الى من اي العقبة والات. لكن التاني لا ده التاني. لا حيوي. الحركة او الملاحة متجة من الجنوب الى الشمال على طول. وزاد من اهميته اكتر. قناة السويس. عشان كده بنقول انه اهميته قلت خلال فترة توقف قناة السويس. زي ما حصل خلال فترة من سبعة وستين لأربعة وسبعين. تاني اونصر من العناصر او المقاومات الطبيعية المؤثرة في القوة الدولة المساحة. مساحة الدولة احد العناصر المؤثرة في الكائن السياسي للدولة. وهنا هسأل سؤال اقول ايه? انه هل بالضرورة الدول القوية او العظمى كبيرة المساحة? ايه 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 ايه? انه اتساع المساحة ده معناه ايه? معناه هيبقى عندي موارد اخصادية كتير متنوعة ده هيدي قوة للدولة. لكن برضه ان انا عشان اقول او اجزم انه كل كل الدول كبيرة المساحة قوية ده امر غير صحيح لانه ممكن تكون المساحة ديه ممكن تكون المساحة ديه اه مساحة كتير بس معظمها صحاري حارة مو عظم مواتق جالدية او غابات عشان كده انه دول العالم تتباين ما بين دول قزمية صغيرة او ماكروسكوبية و دول كبيرة كده عالم اسمه عشان كده تم تصنيف المساحة بحسب هون الى 7 او 8 مجموعات دول عملاقة و دول ضخمة و دول كبيرة المساحة جدا الى دول قزمية المساحة وبتقل المساحة تكل منها عن 125 الف كيلو متر ايه مربع. المقاومة الثالث الشكل شكل الدولة هو شكل الدولة هنا ايه المغزى الجغرافي لدراسة شكل الدولة وهل شكل الدولة ده يستدعي انه انا ادرسك مقوم من مقاومات قوة الدولة يعني ايه يعني ممكن يكون شكل الدولة ده نقطة قوتها وهل ممكن يكون شكل الدولة برضه نقطة ضعفة تعالوا نشوف ايه الاجابة بنقول انه في شكل الدولة ده انا ممكن اميز ما بين عدد اشكال اهمها الشكل الدائري وده امسى بالاشكال الهندسية اللي حتخذها ارض دولة لعدة اسباب يبقى هنا ممكن اسألك سؤاله لك بما تفسر يعتبر الشكل الدائري امسى بالاشكال الهندسية لقوة الدولة ده مش جاي من فرق رأيت اسباب اولى ان الدايرة لها مسقط ده يتيح لحدود الدولة ان تكون على ابعاد متساوية من مركز الهندسي ويا حباز هنا لو كانت العاصمة ايضا مثالية يعني ايه مثالية طبعا كنا في العاصمة وموقعها وليه تم اختيار مواقع العواصم التاني سبب او تاني سبب ان الشكل الدائري مناسب ده هو يعني سهل اوي تقدر تسيطر على اجزاء الدولة او تقدر تحمي الدولة والدفاع عن حوتها في اي وقت ده يعمل لك ايه وكمان هيعمل عمق رفاعي ممكن تنسحب اليه عند الضرورة طبعا والميزة برضو التالتة وخصوصا في ظل ان السطح مستوي مش ما فيهوش تدرس يعني ما فيهوش مرتفعات امرخفضات ده يعني ان هيخليك تشؤ شبكة جيدة من الطرق وطبعا فيما يقول ابو رفاية بتقول انما وجدت الطرق وجدت العمران وجدت السكان يعني بالتالي وده كمان شاء الطرق هيوفر او يمكن الحكومة من السيطرة هتكون سهلة السيادة هتكون سهلة على كل اجزاء الدولة طيب فيه الشكل المربع لا يقل في الاهمية عن الشكل الدائري دايما سر اقرب اشكال الهندسية ايه الدايرة طبعا ده انه له مركز برضو يبقى ان تحتله العاصمة ما بتبتعدش الاطراف كتير عن 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 العاصمة طبعا فيه حاجات كتير او دول كتير ورد الشكل الدائري زي بولندا والماغر وفرنسا وبلجيكا تاني شكل الشكل المستطيل اللي هو الطولي طبعا ده بنقول انه ده بيمثل نقطة ضعف للدولة وخصوصا لو كانت الاستطالة شديدة زي تشيلي تمتد من الشمال الجنوب لمسافة حوالي 4000 ميل لكن عرضها لايتجاوز 100 ميل ده كده هيت تشيل هيت ده الشكل بتاع تشيلي شكل طولي وده شكل ليه بيرو ليه الشكل او ليه الدول المستطيلة ليه الدول المستطيلة بنقول نقطة ضعف ليه اولا من خلال الشكل المستطيل ده مش هنقدر نعمل سيك هيتغط كل الدولة تعتمد على الملاحة البحرية طب لو دولة بقى ملاحة مانفز بحرية طيب الحاجة التانية الحاجة التانية بتكون طبعا اطراف الدولة طبعا وشكل طولي فبيكون اطراف الدولة بعيدة عن مقر العاصمة او كده فبتعمل ايه؟ هيكون في صعوبة تستطيل على اطراف الهمشية الاستطالة ايضا تؤدي الى تباين حضاري بين اجزاء الاستطالة ايضا هتؤدي الى تباين واضح في البيئات الطبيعية وده هيضع في الدولة بالاضافة الى ان طول الحد السياسي هيخلي لك ديران كتير بالتالي هيضع فينا الخطورة وتكاليف الدفاع عنها فيه الشكل المتقطع غير المنتظم وانا بنقول التقطع قد يكون حاد او مجزأ التقطع الحاد بيجي يقسم الدولة جزئين وممكن اكتر وده طبعا بمثل نقطة ضعف التكوين السياسي للدولة بيجي يستطيع عليها وحكمها وقت السلم ودفاع عنها وقت الحرب بيجي يوجد كمان ان الشعب نفسه بيكون عنده الروح الانفصالية وبتضعف روح الامتماء ممكن باكستان لما تقسمت النصين جوزء شرقي بيتمثله بنجلاديش وغربي باكستان الغربية بيبسل بينهم حوالي 1500 كيلو من اراضي الهند طبعا ده مثال صارخ للتقطع الحاد ممكن يكون التقطع ده مجزأ ممكن يكون مجزأ طبعا لما يكون تقطع مجزأ ده هيخليني او هيخلي الامر يطلب وجود معديات تصل بين الجزر واصدق تمثيل الدول المجزأة للجزر زي يابان المستطيلة والمقطعة والفلبين واندونسيا هنا بنقول انه ممكن الظروف الطبيعية والحضارية لهذه الجزر تتباين بلا صعب الدفاع عنها في وقت الحرب ايضا من ضمن الدول اللي بتاخد تجزئة اللي لاسى وحل كتير التعريك والخلجان ده يمثل حاجة لعدم انتظام الشكل كما حدث في اسرائيل بيقترب خط حدودها من سحيلة في القطاع الاوسط طبعا متمثل هذه المنطقة نقطة ضعف لانه اختراقها والسيطرة عليها هيقسم الدولة لمصين وده السبب اللي خلى اسرائيل عاوزة سيطر وتحتل الضفة الغربية لنهر الاردن وعدم التفريض فيه في اي تسوية قادمة رابع مقاوم التدريس التدريس بتمثل احد العناصر المهمة المؤثرة في الكائن السياسي للدولة ممكن يكون اثارها ما بيبانش في صورة مباشرة لكن الحقيقة انه التدريس بتؤثر على انتاجية واقتصاد الدولة وكان بتؤثر على نواحي العسكرية وكمان انه تباين التدريس وده بالطبع هيتبعه تباين في المناه ده عنصر مؤثر في تباين او في قوة الدول طبعا السهول طيب بمثال في مصر السهول الجزء بتاع ودي النيل ودي التاده او حوال مجاري الانهار هيتدفعها الغعب هيتدفعها الزراعة هيتدل يتركز السكان التجارة في الجبال ممكن يتركز النشاط التعديمي مع غناها بيه طبعا الجبال غنية بيه الموارد المعدنية لكن لما كنت بقى تكلم على الاصر مباشر للتدريس طبعا السكان المطق الجبالية دائما بيحب العزلة عاوزين دائما او يرغبوا في الحصول على الاستقلال يعني ان هم دولة داخل الدولة زي الافغان والاكراد لكن البيئة السهلية لا السكان كلهم بينصاهروا في بوطقة واحدة عشان كده بنقول ان السهول نفسها من المناطق او من مقاومات وجود الحضارات في العالم زي مصر الحضارات القادمة كلها نشأت في المناطق السهلية زي العراق لكن المناطق الجبالية المتضربسة او المرتفعة ظلت في مناطق عزلة طبعا تدريس لها دور كبير في الاحوال الداخلية وتأثيرها على الوحدة الوطنية للدولة ليه؟ لو فيه سلاسل جبالية ممتدة السلاسل دي تحتعوق الاتصال ما بين العاصمة وما بين مناطق الاطراف ده يؤدي الى ايه؟ هترتب عليه اضعاف التماسك السياسي ما بين اجزاء الدولة طيب ممكن الدولة تمتلك مساحات كبيرة من السهول لكن قيمتها الاقتصاد سهلية هي لكن قيمتها الاقتصادية وهميتها متدنية يا اما بسبب انه الظروف المناخية قاسية او غير مناسبة ده طبعا هيكون عائق للانشط الاقتصادية من زراعة وطرق وغيره كمان من ناحية العسكرية يسهل اختراقها واحتلال اراضيها بسهولة ويسر طبعا تدريس جيل عبدالوك كبير او في النوحة العسكرية وفي الحروب بالتحديد طبعا بتحدد اللي بتحدد او بتوجه سلع مات العسكرية تحديد المزل السلاح المطلوب استخدامه تحديد مسافوط الامداد والنقل وده زي ما حصل في حرب تلاتة وسبعين لما اتكلم احد درس ما ينفعش تدريس من غير ما اتكلم على خط الساحل وخط الساحل احد عناصر السطح التفصيلية ده مهم جدا طبعا نتكلم على خط الساحل ده فيه علاقة الدولة بالوجهة البحرية وخط الساحل ده مستقيم ممكن يكون كسير التعريج والتجويل بنقول انه زي ما اتكلمنا على البحر المتوسط انه كسرة التعريج ده يؤدي الى قيام المواند تؤدي الى امتداد وتأثير المناخ البحري الى مسافات ابعد نحو الداخل طيب من ضمن ايضا العوامل المؤثرة في التدريس او جزء من التدريس الانهار الانهار من اكتر ظاهرات السطح تأثيرا في الكهان السياسي للدولة طبعا اهمية النهر تتوقف على طبيعة الوادي نفسه يقول له ايه؟ وادي النيل الوادي ده ممكن الانهار اصلا تستخدم كحضور سياسية او بالفعل ده من زمان والانهار تستخدم في حول السياسية وده جاي بسببين جاي لسببين يبقى لماذا تستخدم الانهار في الحول السياسية؟ اولا الانهار سهل التمييز من ناحية اثنين الانهار النهر والسهل الفيدي له ده منطقة وبتكثر في المستنقعات من ناحية اخرى الانهار قامت بدور كبير اوي بدور الوصل وايضا بدور الفصل مثلا عند 9 مره النهر ومع صعوبة اقامة جسر العبور بين ضفتيه هنا يصبح النهر عامل فصل لكن النهر لما يكون متسع وقدر اقيم عليه جسر العبور بين ضفتيه هيكون هنا النهر عامل وصل حسنًا